السلام عليكم معاكم اسماء الشريف والنهاردة الفيديو هو تعقيب او متابعة او فيديو تكميلي للفيديو اللي تحدست فيه عن الاخوة الجزائرين الحقيقة ان انا لما جيت اعمل الفيديو ده لو تلاحظوا انا مكنش محضرة اي حاجة انا طلعت الحامل وحطيت الموبايل وحتى بسمعت الموبايل حتى مش السماعة الاصلية وكلمت عن اللي جواي عن الاحساسي وحتى حتى لما جيت امنتش ما حطيتش الليوجو اللي هو مش في دماغي اصلا اي حاجة وطبعا الفيديو تتحمل من اليوتيوب وتنشر على قنوات تانية وصفحات على الفيسبوك والانستجرام يعني انا لو كنت عرف كده اكيد كنت على اقل حطيت احتياطاتي انا اصلا متوقعت ان الفيديو يعمل التفاعل ده او يجيلي رد الفعل الغريب ده اولا هو رد الفعل يعتبر هما ثلاثة خلينا نقول ان الاغلبية او 98% من التعليقات يعني وصلها صدق احساسي ووصلها اللي انا كنت عايز اقوله فعلا واحد في المية اعتبر ان انا اللي عملته ده مثلا ان انا بستغل اسم الجزائريين وان انا عايز اجيب مشاهدات من عندهم ومش عارفة الاعلقة يعني اعلقة ان انا اكلم مع الجزائريين عشان اجيب مشاهدات حقيقة انا مش عارفة تاني حاجة الواحد في المية التاني اه كان معظم تعلقاتهم ان انت هو احنا كنا يعني احنا انت شايفانا فامبير ولا مش فاكر انا معرفش انت ازاي حتى انت شايفانا مصصين دماء او هماجيين وانت كنت شايفانا جهلة ومتخلفين والحقيقة ان انا يعتبر عمل الفيديو ده اكتر حاجة عشان الواحد في المية دولا اه انا كاسماء معروفش اي حاجة عن الجزائر غير انها بلد المليون ونصف شهيد حقيقة دي اول حاجة التاني حاجة التمر الجزائري يعني ما بروح هنا اي ماركت في السويد عشان اشتري ماركت اه عشان اشتري ماركت عشان اشتري تمر احلى حاجة بتاجيني هو التمر الجزائري والتونسي اه وبعد ذلك فالجزائر بالنسبالي زي جوتي ملب بالزبط ما عرفش عنها اي حاجة ولا عرف طبع شعبها ولا بيأكلوا ايه ولا بيشربوا ايه ولا المناخ ولا الكلام ده كله كل اللي عرفوا انهما دولة عربية مسلمة اه طب انا عملت الفيديو ده ليه زي ما قلتلكم انا فعلا استغربت من جيمة من التعليقات اللي بتجلي من الجزائر وكم الاحترام اللي بيكون فيها والدعوات الصالحات اللي بتجلي فيها فده يعني حسسني قد انه لا الشعب ده فعلا شعب محترم يعني بيبان الشعوب بتبان او الاشخاص عمومة بيبانوا وقت الغضب يعني عايزة تختبر حد الغضبية زعليلي خذي حقه شوفيها طبعا هذه ليست دعوة ان احنا اخذ حقه بعض ولكن اما حد بييجي على حق احد بيبان بقى فعلا اللي بسموها ايه المعيدن بيبان ان كان محترم او مش محترم فلما جيت اتكلمت عنه ان الجزائريين او المغربة احتلوا من قبل الفرنسيين وده اثر على اللغة بتاعتهم واصبحت الفرنسية من اللغات القوية عندهم في الفيديو اللي كنت بكلم فيها عن لغة تركية الجزائريين زعلوا مني وبعض المغربة وقالونا لأ احنا بنتكلم عربي كويس واللغة الفرنسية مأثرتش فينا والحقيقة ان دي من ضمن الحاجات اللي كانت مترصخة عندي عند الجزائريين والمغربة انهمش بيعرفوا الكلمة عربي كويس والحمد لله ان انا صلحتها فبقولك لما قلت الكلمة دي ومفروض ان انا كده اغطبتكم لقيت الناس بتقول بتناقشني وبتعرفني غلطي بطريقة محترمة جدا فهنا بقى عرفت عارفة لا الناس دي محترمة الناس دي متربيه فعلا بجد فهو ده اللي ساب انطباع عندي وما زال الانطباع ده موجود الحمد لله فقلنا الجزائر بالنسبة له هي بلد المليون ونصف شهيد بلد الطمر تالت حاجة بقى واللي افتكرتها ان احنا وإحنا صغيرين وانا صغيرة مش فاكرة عندي كم سنة كان فيه مرش كرة شهير بين مصر والجزائر وطبعا انا كواحدة بنت مهتمة خالص بالكرة ولا عمري تابعتها بس اللي كنت عرفه ان معرفش والله حتى مين اللي انتصر على مين يعني مين انتصر هي مش انتصارة يا شحر مين فاز على مين يعني مصر ولا الجزائر قال لنا فاكرة بالضبط ان انا كنت شاكرة في شارع الشارع اللي في ظهرنا بالضبط اسمه شارع طهر الجزائري فبعد المطش ده بعض الشباب مسكوا اللي هو البوية السودة وراحوا ايه مغطين على اسم الجزائري وعلى اساس يعني ان هو ايه ازاي يعني يبقى فيه حد من الجزائر هنا وبعد كاتروا اهل المنطقة عندنا اللي هم الناس الكبيرة في السن الشيوخ والعقلاء المنطقة قال لهم ايه اللي انتو بتعملو ده هو ماتش كرة هو اللي هيوقع ما بيننا وخلوا الشباب يمسحوا الفتات ديات بعلى اساس ان احنا يعني في الاخر مسلمين وان الكرة ما هي الا لعبة سياسية حقيرة عشان قاطر يفرقوا من الشعوب والله مش اكتر يعني فهو ده انطبوع عن الجزائر فقط هتقوليه انا وقتها وانا صغيرة تأثرت مع مصر ضد الجزائر اطلاقا كنت شايفان اللي بيحصل ده معلش هبل يعني محترامين للمصريين ما عرفش الجزائرين عملوا كده ولأ بس ممكن يكونوا برضو عملوا كده ولو حد فيهم عمل كده اكيد يعني ده يبقى هبل ان انت تغضب من شعب كامل او تاخد رد فعل اتجاه بلد عشان خاطر ما تشكوره يعني ده هم هذا ما يريده مننا العدو والله العظيم يعني ان هو فرق تسود كل بلد خليها لوحدها وكل بلد اعمل لها ماتشات وافلام وبراندات ويفضل بيع كل شوية اشكر في براند من دولة او في فريق من دولة عشان خاطر البلد التانية ايه يتعلم عليها فبالنسبة للكورة ديت هي لعبة سياسية حقيرة ولا تعني لي بايشيء خالص وانا عارف ان الكلام ده هيزعى الناس كتير مني اي انا كاتبة طبعا ملاحظات عشان خاطر منساش عشان انا مش همنتج الحلقة اه من ضمن الحاجات التعريقات اللي جاتلي ان احدان قال لي ان ان انت الفيديو اللي انت حملتيه ده كان من باب تأليف القلوب وانا انت اسعتنا فانا ما اضطتش الناس ده خلص وانا بعمل الفيديو الحقيقة وكانت نية جميلة وما تخيلش امد ان انا ممكن فيديو وسيط يعني رب كلمة لا يلقي لها يعني الحديث بيقول ان المسلم قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا تلقي بيه في النهر سبعين خريفا واحد يقول كلمة مش واخد باله منها يقذب بيها محسن او يغضب بيها ربنا فتكون سبب ان هو يخش ايه في قعر جهنم فانا اكيد بالتالي ان مؤمن قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا ترفحه في الجنة درجات واتمنى يا رب العالمين ان يكون الفيديو اللي انا عملته ده فعلا من باب تأليف القلوب وان يكون رفع درجات لي من البقى الحاجات الجميلة اللي استنتجتها من الجزائرين اللي انا شفته ده انا رفعت الفيديو وعالاساس ان انا الفيديو ده هيجيب مثلا عشر تلاف مشاهدة بالكتير لان انا عمال صحابي والناس اللي معايا في القناة والجزائرين اللي بيتابعوني فجأت ان الفيديو بفتح بالليل لقيت الفيديو مش عارفة جايب 72000 مشاهدة عارف حاجة كده وتعليقات كتير 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 ما شاء الله فالاستنتاج الطبيعي لأي حد زكي زي يقدر يستنتجه ان الجزائرين يا جماعة قوة ماينفعش حد يستهم بيها في السوشيال ميديا واليوتيوب خاصة معرفش هما متواجدين بكسرة في الانستجرام والفيسبوك ولا لا بس هما موجودين في الفيسبوك بس معرفش بكسرة زي اليوتيوب ولا لا فانت عايز تعمل حملة صح للجزائرين اعملها عن طريق السوشيال ميديا ان هما جامدين جدا تحس ان هما ايه راحوا جابوا صحابهم وصحاب صحابهم وشيروا هنا وشيروا هنا ومعرفش هما ايه اللي حصل لان اكيد الفيديو تشير في كزا حتة عشان يجيب المشاهدات ديات وعرفش هما قالوا ايه وشيروا ازاي والكلام ده فعموما شكرا ليهم جزاكم الله خيرا فيا جماعة الجزائرين جمدين جزائرين جمدين جدا في الموضوع ده تاني حاجة اخدتها بها اخدتها يعني او سنتكتها من التعليقات ان الجزائريين في الشدة اشداد وفي الحنائي احنا ينين يعني لما يجي حد يقسى عليهم او يداهقهم بلا سعو ما بيرحمهوش وما بيسكوتلوش ولو حد قالوهم كلمة طيبة او عاملهم بما يرضي الله بيقفوا معايا زي بسقولوا ايه وقفت الجدعين فعشان كده هما بعض الناس بتقول عليهم غلاز او هما قالوا ساق بعض التعبيرات اما زغيين او خبائل انا نسيت خالص التعبيرات دي انا اسفة جدا والله يا جماعة ما عليش فلا هو خالص مش كده لا الشعب من التعبيرات يا جماعة اللغة العربية بتاعته سليمة جدا جدا ما تخيلتش ابدا ان هو يكون بالقوة ديت انا الاسفة ان انا ظنت فيك ان انتو اللغة الفرنسية هي الاصل كلماتهم محترمة الدين بيغلب على الاغلبية حتى لو حد دخل يعاكس سورياني بيحاكس محترم وما حد يعني ما شفتش ابدا ابدا حد دخل شتم يعني تأكدلي او ثبت عندي ما وصل الي من كرم اخلاقكم والحقيقة ان انا بعد الفيديو ده تحمست اكتر ان اروح الجزائر واخد اولادي معايا لان انا نفسي جدا ان انا اولادي يروحوا يزوروا بلاد يتعرفوا فيها على الثقافة الاسلامية عموما وليست الثقافة المصرية فقط يعني جميل طبعا انا وديهم بلدهم مصري يشوفوا الثقافة العربية او الثقافة المصرية ولكن كنت اتمنى ان انا اشوف بلد يغلب فيها السمت الاسلامي فانا معرفش انا فهمت صح من التعليقات ولا هو مجرد رغبة جواي نفسي حققها وبتلكك بالتعليقات يعني هل فعلا لو انا جبت اولادي الجزائر يزوروها هل هيشوفوا الشعائر الاسلامية صح هيشوفوا البنات المحجبات في كل مكان هيشوفوا الادة في التعامل في البيع والشراء مش هيسمعوا الفاظ وحشة في الشارع مش هيشوفوا خينقات في الشارع الحاجات دي كلها مهمة جدا بالنسبالي فلو الصفة دي متوفرة في الجزائر يريد تبلغوني عشان خاطر لو كده فأول فرصة ان شاء الله بعد ما وديهم مصر ان احنا نروح الجزائر انا كنت نوية اروح موريتانيا بس انا ما عرفش عن موريتانيا كتير لسه ولكن سمعت ان اللغة العربية فيها لغة قوية ولا اعرف مدى الالتزام اللي فيها انما لما تلاقي بلد زي مثلا الجزائر بتجمعها او بتجمعها ايه يكون فيها الدين واللغة العربية والاخلاق والطبيعة لان الطبيعة برضو شيء مهم فتكون يعني ايه لو لأ دين حطاها في القايمة من فوق فارجو ان تكون يعني حد يجاوبني ثانيا لو حد حب ان هو يعيش في الجزائر لمدد مثلا شهر شهرين كان هو يختلط بثقافات اخرى عشان قاطر الواحد يتعلم برضو ايه هي التكلفة المعيشة هناك في الفترة ديت يعني كنت اعرف ان مثلا في تونس خمسمائة دولار يكافوا وعيلة يعني يفتحوا بيت ويعني عيشوا ملوك زي بيقولوا هاي قزا قيلة دي فانا ما عرفش نظام في الجزائر ايه فلو حد برضو يقدر يقولي بس يكون المبلغ بالدولار او باليورو بحيث ان تكونوا عملة عالمية فالكل يستفيد برضو من التعليقات وانا اسفى ان طولت عليكم بس والله انا فعلا سعيدة وصحيح بالمناسبة التعليقات مبارح لما جات لي من كم من كتر التعليقات الواحد حاس ان هو انتقل عبر الزمن وانتقل الى الجزائر مفيش اي تعليق غير جزائريين حتى المصريين اللي كانوا بيعلقوا كانوا بيعلقوا بيشكروا في الجزائريين فحاسيت ان انا محاطة ومحاصرة بس حصار جميل حصار ان انت حصار من الحب والاحترام ان انت تحس ان انت حد فعلا بيحبك باخلاص احساس جميل وانا والله العظيم يعني يشهد الله ان انا ما عملت هذا الفيديو ده ولا لقبل منه ابتغاء شهرة ولا ابتغاء تجميع مشاهدات اكسم بالله ما كان في دماغي خالص ولكن انا عملتوا عشان خاطر حبيت حاجة وحبيت اشاركوا فيها وما تخيلتش اصلا الناس واخدوا فكرة وحش عن الجزائرين اصلا مثلا فانا هتحسن صورتهم اطلاقا فكان احساس ان هم حوالين مني في كل مكان ده كان احساس جميل انا هبص على الملاحظات شوفني نسيت حاجة ولا لأ اعتقد كده كده خلاص انا كملت كل حاجة انا اسفع الاطالة واتمنى ان يكون الفيديو اسعدك ولو بشيء من القليل ويبركلكو يا رب في زريتكو ويصلح حنا وحلكم جميعا يا رب العالمين كنت معيكم اسناء الشريف وقلقاكم في فيديو جديد على خير سلام عليكم بالمناسبة صحيح انا نزلت بالبيت المخصوص والمطرة كلها عملت مطر كل ده وقلت اجا سور في مكان جميل يليق بجمالكم فلقيت البحيرة الهادي ديات والجو جميل فقلت اصور بصراح هنا عشان خاطر تستمتعوا بالمنظر بس جميل سلام عليكم